حكومة ريشي سوناك لن تردخى للضغوط وتقاوم الدعوات لوقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل ورغم ذلك فقد تقدمت خطوة باتجاه المنتقدين معتبيرة أن دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها لم يعد غير مشروط إسرائيل دولة ديمقراطية مهمة تلتزم بحكم القانون وحليف يجب علينا دعمه في وقت الحاجة لكن الدعم ليس غير مشروط المعارضة من جهتها يتراوح موقفها بين قوات طالب علنا بوقف فوري لمبيعات الأسلحة بعد نشر رسالة لمئات الأكاديميين والحقوقيين تؤيد ذلك وبين موقف حزب العمال الذي دعا زعيمه كيرستار من الحكومة إلى نشر المشورة القانونية المتعلقة بمبيعات الأسلحة حتى يبنى على الشيء مقتضاه ما يجب على الحكومة فعله هو نشر تلك المشورة أو على الأقل ملخص عنها لقد نشروا ملخصات من قبل ردا على هجمات الحوثيين لذا يجب نشرها حتى نتمكن جميعا من رؤيتها ويمكن اتخاذ الإجراء المناسب فيما يتعلق ببيع الأسلحة ورغم تزايد عدد النواب المحافظين المؤيدين لحظر الأسلحة البريطانية لإسرائيل حسمت الحكومة الجدل مؤقتا بالقول إن المشورة القانونية التي تلقتها لا تطلب تغييرا في سياسات واتفاقيات بريطانيا الحالية مع إسرائيل ترجمة نانسي قنقر